صباح الخير الأصدقاء والأحباب والجيران والمعارف والزملاء وحييكم بكل تحية تحبونا صباح الخير مساء الخير أينما وجدتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذلك أولا نتمنى لكم يعني حياة هنيئة سعيدة إن شاء الله في كل مكان أينما كنتم تاني حاجة نتمنى لكم عام هجري جديد نحتفل به جميعا أمة الإسلامية ويكون عام خير وأمن وسلام على العالم كله لا سفقت على المسلمين وكذلك نحتفل بكل الأعوام اللي خصصتها الديانات الأخرى والبلدان الأخرى والأخوات الأخرى والعام الصيني والقبطي إلى آخر إلى آخر ومحاضرة اليوم هي خليط ما بين آراء علماء ومفكرين وتجربة شخصية لي أنا وأراء قيلت منذ آلاف السنين ومعات السنين وأقوال أنا ألتها منذ قرابة ثمان سنين أو تسعة سنين في الصورة اللي أنا نسبتها دي حشرحها فيما بعد اللي بتعبر عن مكونات المحاضرة اليوم اللي فيها أربع مكونات أمامكم واضحة المعالم بالنسبة لي على الأقل لكن هي طبعا تكلم عن ماركس والفنكوش والطماطم والقادة وسكرات الحكيم بنشكر أختنا أو آية أبو زينب على الشرح عرض الشرائح اللي بتعد معاه كل أسبوع نحن دلوقتي عايشين داخل العالم الافتراضي داخل العالم الافتراضي وأصبح بيحطنا من كل مكان وأصبحت كمية الرسائل اللي بتيجي مش يوميا في الدقيقة وفي الساعة لا تعد ولا تحصى من أصدقاء نعرفهم ومن أصدقاء ما نعرفهمش وأصبح علينا نزاما علينا أن نختار الأصلح منها ونعيد كتابتها مرة أخرى أو نعيد تدورها مرة أخرى وأنا اليوم حتكلم معاكم عن أربعة رسائل اتنين لها شخصيا واثنين زي ما أنا قلت قبل كده هو لمفكرين وفلاسفة عظماء وضعوا بصمتهم في التاريخ الأولى كان بتتكلم عن مقولة قتلي من أحد أصدقائي عن اسمها مقولة رأس المال الوهمي رأس المال الوهمي اللي قالها كارل ماركس مؤسس الماركسية الشيوعية التانية سياسة الفنكوش اللي أنا تكلمت عنها حوالي في سنة أغسط 2012 التالتة مجنونة يا طماطم اللي بتتكلم عن القائد الحكيم الرابعة رسالة قتلي أيضا يوم أصدقائي وخمسة أغسطس علشان بتتكلم عن أو يقال واحد تلاتين يوليا بتتكلم عن اللي هو الحقيقة والجودة والفائدة النهاردة هتكلم باللغة العربية يوم الجمعة هتكلم باللغة الإنجليزية إن شاء الله رسالة ماركس كارل ماركس عنا عارفين مين هو كارل ماركس طبعا هو مؤسس أحد بارزين جدا في علم الاجتماع وأحد بارزين وهو الأسس اللي هو الماركسية الشيوعية اللي كان بتحكم العالم إلى عصر قريب جدا ألف الرسالة بتاعته اللي وصلتني من صديق في قرية كده فقيرة وكلها غرقانة في الديون كل الناس غرقانة في الديون وكلهم عاديين عايشين على الاستلاف أو الاقتراض فكيف يوم من الأيام كده رجل غني سائح غني وحب يعيش في القرية دي فدخل على الفندق اللي موجود في القرية وحطي 100 دولار على الطولة أمام صاحب الفندق وقال له أنا هطلع أتفرج على الغرف شوف هتعجبني ولا مش هتعجبني فالصاحب الفندق كان نفسه جدا 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 فاخد المية دولار بسرعة وقال المجري أسد ديوني اللي عند الجزار فراح للجزار ادعوا المية دولار الجزار فرح وطار بالمية دولار علشان يروح يدفعه ويسد ديونه عند تاجر الماشية تاجر الماشية فرح جدا وخد المية دولار وراح يسد ديونه اللي على تاجر علف اللي هو بتاع الماواج تاجر علف فرح جدا 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 وطار يجري هو كمان وراح يسد ديونه عند سائق الشاحنة سائق الشاحنة كمان فرح وخد المية دولار نفس الميت دولار اللي يدفت خمس مرات وراح يجري على مين؟ على صاحب الفندق علشان يسدد ثمن الغرفة اللي كان بينام فيها لما بيوصل من القرية الأخرى علشان يوصل العلف هناك فالميت دولار راحت لصاحب الفندق والجزار والتاج المواشي وتاج العلف والسواق ورجعت صاحب الفندق مرة تانية بعد الدورة دي ما حصلت كما يقول كارل ماركس في كلامه رجع نزل اللي هو السائح الأجنبي الغني ده وعجبوش الفندق قالوا مديني 100 دولار بتاعتي خد 100 دولار ومشي ده اللي بيسميه كارل ماركس مؤسس الشيوعية الاشتراكية واحد البارزين في تطوير علم الاجتماع ان ده اللي اسمه الرأس المال الوهمي هو بيقول في كلامه ان ده اللي بتعتمد عليه امريكا في اقراض الشعوب خاصة الشعوب الفقيرة ده اول رسالة وصلتني من صديق رسالة التانية الفنكوش الفنكوش هو السياسة الجديدة اللي بتتبعها بعض الحكومات العربية وغير العربية في تكميم افواه المجتمعات والشعوب والفنكوش ايه هو بيحدد معالم فلسفة الشخص المؤمن به او الناس المؤمن بها او فكر المؤمنين به فدول بيمثلوا زي ما ذكرت منذ 8 او 9 سنوات بيمثلوا طيار حنكوتي انتوخي افشوخي لا حنكوتي لها معنى ولا انتوخي لها معنى ولا افشوخي لها معنى طيار حنكوتي انتوخي افشوخي جديد وضعوا المفكرين دول لانهم في داربع نقاط دول مين المفكرين منظرين دول الجداد لما وضعوا الانتخة والأفشخة والحنكتة لنا كمنظومة هم هم دول المجموعة دي دجارات منقوع السرم منقوع السرم ده وإحنا صغيرين كنا عارفين ايه منقوع السرم فالخمرة اللي بيطلعوها من منقوع السرم يعني اسوأ نوع من انواع السكر دي نوع من انواع المفكرين هؤلاء الحنكوتيين الانتوخيين الافشوخيين هم أبناء الرعيل الأول من الحشاشين الافيونجية اللي هم يضرب حتة الحشيش ويقعد يمس مخسويها أو يحطها في سجارة ويولع مخه ده الرعيل الأول وهم كذلك تجي الأول من أصحاب البلبيع والبدرة وباردك معهم شباب الماريوانا والبنجو والLSD دول اللي لما ضربين في الهوى فمخه امتلع على الهوى يمخ مخ لما كنت مع بعض الشباب من أصدقائي لما بياخدوا اللي هو حاجة اسمها في اليمن القاط تخلي شاب قد قعد في وسطنا في الغرفة يعني في عالم تاني طالع فوق في الهوى يحل المشكلة دي والمشكلة دي والمشكلة دي هو قاعد منبط على مؤخرتي ودلوقتي في حاجة اسمها الشمامين الجدد موضة جديدة في موضة اسمها الدعاء الجدد لكن في موضة أخرى اسمها الشمامين الجدد دول بقى المفكرين اللي بيحنتكونا ويأفشخونا ويحنكتونا ويأفشخونا ويأنتخونا ايه بقى السياسة المفنكوش دي ايه بقى السياسة دي عشان ايه نعرفها كلمتنا كلام فارغ كتير جدا وانتو اجد زعلته يعني متضايقين من الفاظ الغريبة دي كلها انا كتبتها من 8-9 سنوات اول بند فيها هي الاعتراف بالنفاق الاعلامي كمناخ مجتمعي يصيغ عقول الشعوب الشعوب الاعتراف بالمناخ بالنفاق الاعلامي كمناخ مجتمعي يصيغ عقول الشعوب دي نمرة واحد نمرة اتنين وضع منظومة الكذب كمحور ارتكاز يعني الكذب ده كمحور ارتكاز ها كمناخ كمحور ارتكاز لبناء ايه معالم سياسة الفانكوش كله كدب كله كدب كله كدب نموة تلاتها جعل الفاحشة إبداع ثقافي يا السلام الشاب والشاب عادين كده لمبدعين نموة أربعة وضع التدليس اللي احنا بنشوفه في الإعلام منظومة فكرية مجتمعية جديدة وما هي بجديدة وما هي بجديدة إنه كان موجود من قديم الزمن أصبح طمس التاريخ جزء من المنهج الدراسي الوطني القومي من الحضانة للجامعة يغيروا أسماء الرموز ويجيبوا الرموز تانية دمرة خمسة أصبح اتباع قاعدة الدين أفيون الشعوب اللي قالها برضا كارل ماركس وأصبحت الحكومات دي بتتبع هذه المقولة الحنكوتية الأنتوخية الأفشوخية اللي أطلقها علينا رجالات منقوع السرم من الحشاشين الأفيونجية أو المبلبعجية البدروية المريوانية البنجوية أو الشممين الجدد طيب نقطة اللي بعدها جعل المؤسسة الأمنية والعسكرية تتبع رأي الشخص الواحد فرعون وهامان والنيرون والنمرود وكأنهم وكأنهم لا قيمة لهم ولا رأي لهم تصبح المؤسسة الدينية الرسمية ورجالها آلات موسيقية فرقة مزيكة حصاب الله الفنكوشية دي من أقدم الفرق اللي كانت موجودة في مصر الزمان مزيكة حصاب الله اللي بيمشوا في الشارع بالطابلة والسجات والسكس والحاجة دي كلها تصيل المؤسسات الدينية الرسمية ورجالها آلات موسيقية فرقة مزيكة حصاب الله الفنكوشية تبرز نجوم مجتمعيين وخضوات مبدعين جدد من حركة إيه حركة البلطقة الإنسانية الدولية الجديدة في حركة اسمها بلطقة أصبح البلطقة دلوقتي في كل الدول اللي احنا منشوفها دي نوع من أنواع الإنسانية المغلفة تنفذ كافة القرارات ورسا عملتها بالكاف كده عشان بدلع القرار بقوله يا كرار في الدولة العميقة بقاف لكنها آسان عملتها بالكاف تنفيذ كافة كرارات الدولة العميقة بإيه بقى بالطابلة والمزيكة وهز البطون لمريكا وكلام حسن بلعيكا معايا يا شباب دي لغة الشارع لغة الشارع الفنكوشي اللي احنا بردك بنفهم جزء منها بتفصيل ديمقراطية جديدة يعني ديمقراطية جديدة تجعل ايه بقى ديمقراطية تجعل من الظلم عادل ومن الكذب صد ومن اللقم شرف ومن الخيانة عز بيبيع عرضه بيبيع عرضه وبيع أمته لا ده إنسان عزيز وقوي ده خاين إلى يوم الدين النقطة الأخيرة في السياسة الحنكوشي الفنكوشية الحنتوكية الأنتوخية المهم هفشخة إزاحة ما تعرفنا عليه من قيم وأخلاقيات مجتمعية راصخة واستبدالها بالغريب الموتور الشاز المبتور من ما لا قيمة العز دي اللي هي السياسة الفنكوشية اللي بتتكز على الحنتكة والأنتخة والأفشخة اللي بيقودها رجالات منقوع السرم من الحشاشين الأفيونجية أو البعجية من أصحاب وشباب الماريوانا والبانجو وحالياً دلوقتي إلى الستروكس الشمامين الجلد طيب فيما المكتبات بتاعت الفنكوش ده مش أنت بممتلك تكتب رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير بتعمل إيه بتضع الكتب اللي انت قريت منها أقول لكم هي فين فافضلوا معايا أول حاجة نرجع نكلم الزعيم عادي الإمام في فيلم اللي هو واحدة بواحدة واحدة بمكلوم ونبص على فيلم أرض النفاق اللي كان بطله الفنان اللي هو فقال المهندس أو مصرحية راسبوتين دي كلها مراجع الفنان الكبير الراحل يسبيك وهبي أو نستمتع بمشاهدة نشاز مواسيل المجاري بعد الفيديو كلب أنا بسميش فيديو كلب فيديو كلب وسلمني بقى على الفكسانين المأنتخين المتفشخين المزمزين ممن يدعون أنهم مفكرين ومثقفين مبدعين سياسيين وأدباء ومجددين وعاجبي على الفلة اللي دخلت في القلة ده الكلام للشارع الفنكوتي بتكلم عنه لكن دول كلهم حيموتوا كامدا كلهم حيموتوا كامدا بغيزهم حيموتوا كامدا بغيزهم لأن وطننا أو أوطننا منصورة بذعرهم فالفئران أقران القعران والفرسان أبناء الشجعان ونحن في الوطن ليس لدينا لا فئران ولا جرذان ولا قعران بل كلنا فرسان شجعان سنبني حضارة يعجل عن وصفاء الغلمان يعجل عن وصفاء الغلمان طيب النقطة التالتة من محاضرة النهاردة اسمها مجنونة يا طماطم مجنونة يا طماطم تتكلم عن إيه لأنك تتاب برضك من 8-9 سنين ليس من الصعب أبدا 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 إيجاد هذا القائد الحكيم كان القائد الحكيم ده فرد في عصر رسالة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم في عصر الخلافة وأصبح مجموعة حول الخليفة كل واحد فيه مكميزة معينة القيادة وكلهم بتجمعهم هذه الميزة المجتمعة مع بعضها فأصبح في عصر الخلافة شورى تحولت فيما بعد إلى ديمقراطية والآن لابد إحنا نراجع الديمقراطية دي مرة ثانية لابد لأنها ما نزلتش من السماء وفي نفس الوقت لا هي قرآن ولا هي إنجيل ولا هي توراة ونطالب نطالب أن يكون فيها مشاركة شعبية مجتمعية أكثر فبالإضافة للأحزاب ودورها لابد المؤسسات المجتمع المدني الأخرى والتكنقراط أن يكونوا لهم دور بالد في ترشيح المستقلين من أعضاء المجالس النيابية نورة برلمان ومجلس الشورى هاتي من بينهم من بين قوائم هؤلاء المستقلين يستطيعون انتخاب وزراء الوزارات الخدمية المجتمعية هياكون داخل الدولة دي كانتنا كتبت في 89 سنين نوعين من أنواع الوزارة وزارات سيادية ووزارات خدمية الوزارات السيادية تنتخب من خلال قوائم الأحزاب النازة في الانتخابات العامة اللي بتكون انتخب رئيس الجمهورية وبنتخب اللي هو رئيس الوزارة الوزارات الخدمية من خلال قوائم المستقلين المجتمعين الأحزاب اللي بينجعوا في البرلمان ومنهم البرلمان بيختار الوزير الخدمي فيكون فيه داخل الوزارة نوعين من أنواع الوزارة ووزارة سيادية تتبع الحزب الحاكم وبعض الوزارات الخدمية تتبع المستقلين يرجعهم اللي هو المجالس النيابية وده تحدي جديد لمن؟ لشخص الرئيس الوزراء أو الرئيس اللي بيدير البلد الديموقراطية الحقيقة حالية قيمة على قوام الأحزاب فقط فأصبحت عاملة زي الدولة كرة القدم منشستر يونايتد مع منشستر سيتي ديفربول مع أرسنل الأهل مع الزمالك السد مع الريان برشلونة مع ريال مدريد وهكذا فأصبحت زي كرة بالضبط السياسة الوقت فمنسميها القوة القدم اللي هي السحرة المجنونة وده أخت التماتم المجنونة أم مجنونة يا تماتم ده له تدخل التالت مما كتبته من 8-9 سنوات وده الجزء التالي منه لقصائص القائد الحكيم والجزء أخر منه اللي هي مجنونة تماتم والجزء التالي منه القائد الحكيم ما خصائص القائد الحكيمين كتبتها قبل كده أول حاجة لا يجعل عد أعداءه على إصبعه يقطعها لجد الحل قبل أن يقطع عدوه إصبعه نمرة واحد نمرة اثنين يحيد برأسي حتى يتقلعها الرياح العاتية نمرة اثنين يحني قامته حتى لا تصيبها السهام القاتلة نمرة اثنين يتعلم من أخطائه وأخطاء الآخرين نمرة خمسة يقلل من خسائره ويحول هزيمته إلى عمل هادف بناء نمرة ستة يوحد شتات قومه نمرة سبعة يبني التحالفات مع الآخرين نمرة تمنى ينقذ أتباعه ويعدهم للمراحل القادمة نمرة تسعى يضع ثقته في الله أو في ربه وينقذ وطنه نمرة عشرة يؤمن بأنه خادم أو أنها خادمة للوطن دول العشرة نقاط في الخصائص القائد الحكيم نكلم على مجنونة تماطم والقائد الحكيم في المدخل الثالث المدخل الرابع اللي هو قالي من صديق من أصدقائي عن ما قاله سكرات عن الجودة والفائدة والحقيقة في يوم الأيام أحد تلميذ سكرات دخل عليه وقال له عايز أكلمك عن شيء أنا سمعته عن أحد تلميذتك فقال له اسمع استنى 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 فالرجل قال له اخترت ثلاثة ثلاثة إيه؟ قال له نعم أول اختبار فيه قبل ما تتكلم هل أنت متأكد 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 تماماً أن ما يستقلها ليه هو حقيقة؟ التلميذ قال له لا مش متأكد قال له ده الاختبار الأول الحقيقة أنت مش متأكد ده حقيقة ولا لا دمرة تاني الاختبار التاني إذا كنت استخبرني بشيء لست متأكد من صحته فننقل للخبر التاني الاختبار التاني هل ما استخبرني بيه عن أحد تلميذ هو شيء جيد؟ يعني اللي أنت هتقولولي ده عن تلميذ الآخر جيد ولا مش جيد؟ قال له لا بالعكس ده سيء قال له خلاص ده الاختبار التاني يبقى أنت هتخبرني بشيء سيء وكمان أنت مش متأكد من صحته يبقى نروحي لاختبار التالت اللي أنت هتقرهولي ده هل ما استخبره سيعود عليها بفايدة ولا لا قال له لا وكان مكسوط بقى خلاص يعني سخرات بهدله فرض عليه سخرات بمنتهى الهدوء كده وقال له إذا لم يكن ما استخبرني به صحيح أو جيد أو نافع فلماذا عليه اللي استمعلك؟ أنت لا أنت اللي أنت هتقولولي اللي أنت بتأكد نوع صحيح ولا هو جيد ولا هو نافع طبعا أنا هسمعك ليه هسمعك ليه؟ تأكد من أي خبر تنقله من صحته من جودته وكذلك من الفائدة اللي هتعم على المجتمع به المقولة بتأكد نفسك من صحة التفكير خاصة الشياب اللي على الفيسبوك قبل فيما تسمعه أو تقرأه قبل أن تقتنع به وتردده دي الصورة بقى اللي في المكونات الأربعة اللي أنا حطتها طبعا العالمين سوكرات ما اتكلمت عنه ولا على الشمال كارل ماركس ما اتكلمت عنه واللي في النصف طمات المجنونة والقائد الحكيم واللي فوق ده الفانكوش اللي كان في الفيلم بتاع واحدة بواحدة بتاع عاد الإمام اللي هو أنتجه شيء من أي شيء وسموه فانكوش وخلو الناس تشتريه وسموه إبداعه طيب النقاش بقى كأننا دلوقتي احنا ايه في النقاش نساء الدكتوراء أو ماجستير وانتوا عادين بتفرجوا عن النقاش ما بيني كشاب كاتب الرسالة وبين الممتحنين أول حاجة الربعية دي بتدل على أربع حاجات واهم قيمة رأس المال الأجنبي اتنين سياسة صناعة الإعلام المغيب للشعوب مجاهل للشباب مدام المجتمعات تلاتة لاستفادوا التعلم من خبرات الآخرين بما لا يتناقض مع مبادئكم وقيم دينكم واخلقكم حتى ونختلف هؤلاء معنا في الفكر والدين والثقافة نمرة أربعة نبدأ عن عقاء خصائص القائد المجتمع أول حاجة وهم اسمه رأس المال الأجنبي أو قيمة رأس المال الأجنبي ده اللي قاله كان الماركس من أكتر من مية وخمسين سنة والتي لعبت أفكاره أفكار كان الماركس دوراً هاماً في تطوير علم الاجتماع والحركات الاشتراكية المعصرة أن ذاك كان أيضاً من أعظم الاقتصاديين في التاريخ تعتبر مقولة كارل ماركس دي هي قاعدة أو قانون أساسي من أساسيات بناء الاقتصاد وقد نكون مختلفين مع كارل ماركس في عقدته في دينه في فكره دي مش مشكلة فلسفته الإيمانية ولكن ذا يمنعنا أن نعترف له بالفضل فيما قدمه من معرفيات في علم الاقتصاد الاجتماعي الاشتراك لذلك تعتبر ما قلته جزء أهم من حقيقة بناء الاقتصاد الوطني للبلاد يعني ما تعتمدش على رأس المال الأجنبي فقط أو بالدرجة الأولى أن أي نوع من ألواع الاقتصاد أو الاستثمار يبنى على رأس المال الأجنبي يعتبر اقتصاد أو استثمار وهمي لأنه مبني على متغير خارجي وليس قوائم داخلية ثابتة وهذا ما تعاني منه كافة الدول النامية الفقيرة التي اعتمدت بالدرجة الأولى رأس المال الأجنبي كوسيلة أولى لاستثمار والتي أيضا اعتمدت على سياسة الاقتراض المجحفة من البنك الدولي وصدود الناس الدولي والتي لم ولن تبني اقتصادات وطنية في الدول الفقيرة من جهة ومن جهة أخرى لم تساعد في بناء ضمن التاريخ بتاعهم وتطوير برامج هذه الدول التنموية الوطنية لتحولها من دول مستهلكة لدول منتجة وده اللي احنا بنقوله لبعض الزعماء اللي كلما يحل مشكلة يروح ياخد ارشين من البنك الدولي أو من سنة الدولي ده كلام فارق ده جاهل الجهلة مجموعة من الجهلة أو مجموعة من بصورة العقول أو مجموعة من ما ليس له خبرة ولا خيم ولا قامة في الدولة وإلى آخرى إلى آخرى شعر على منهم خونة لكن هم على الأقل جهلة جهلة والجهلة أسوأ من الخيانة فكيف نحقق هذا ونبني لهم مسيرة مجتمعية داخل منظومة خارطة الطريق داخل منظومة خارطة الطريق معلومة الأركان معدودة الخطوات ومنهجة الفكر معدودة الأبعاد مستوى على المراحل نأردنا أن نفعل هذا عشان لا نعتمد على الاقتصاد أو على الرأس المال أو الوهمي أو الاقتصاد أو الرأس المال الأجنبي علينا أن نفعل ذلك أول شيء يكون قاعدة فلسفية للفكرة بتاعتنا أن تكون فلسفة فكرتنا قائمة فقط وخاصة في المراحل الأولى على المحلية على المواطنين على المنتج المحلي على المواد الخام المحلية ولن نتعجل الأموال الأجنبية المحلية معناها إيه؟ معناها الموارد البشرية اللي عندنا نحترمها ونستثمر فيها معناها الزراعة الأرض اللي تحت رجلينا والصناعات الزراعية والصناعات الحيوانية القائمة على إنتاج هذه الأرض معناها الأعمال الحرفية واليدوية اللي هي في إيد أبناء الوطن ومعناها الصناعات الإنتاجية الأخرى القائمة على المتاح من خامات متواجدة بين أيدينا وتحترجمنا يبقى قلنا أن القضلات البشرية الزراعة وصناعات الزراعية الحيوانية الأعمال الأدوية كل دي حاجات محلية وبعدنا في حشاء تانية غير الزراعة وغير اللي هو التربية الحيونية اللي هي إيه بقى زي كده في حاجة اسمها صناعات بحرية إن كانت أوطننا تتمتع بجوار كل هذه المياه وما فيها منخيرات وحديثا ما نسميه الاقتصاد الزراعي يعني أجدادنا زمان خاصة في الخليج كانوا بيغتسوا عشان يجيبوا اللؤلؤ ويبيعوه يتطور هذه المهنة وهذه الصراعة في الاقتصاد الأزرق حاليا فيصبح التوجه في المنهج التعليمي موجه لإيه لهذا المجال الاقتصادي لأنه عندي بحار كتيرة رسم ومحيطات حولي اتنين يصنعات الصحراوية إذا كان بلادنا صحراوية صحراوية البلاد كلها بلاد رملية فيصبح التوجه في المنهج التعليمي إلى هذا المجال الاقتصاد الصناعي إيه اللي في الصحرا أن احنا ممكن نكتشفه من مواد خام يبقى يكون جزء من التعليم كله قائم على هذا ما يوجد عندنا من موارد متاحة محلية الصناعات الجبلية بلادنا فيها سلاسل من الجبال الشهيقة والهضاب فيصبح التوجه والتعليمي بتاعنا مرتبط بيها لأنها فيها كنوز في الجبال دي قد تكون فيه جبال زي ما كنتنا في بعض البلاد من الفوسفات ومن الأصدير إلى آخر إلى آخر إلى آخر اكتشفها بالدراسة تكون موجهة لهذا المجال الاقتصادي الصناعي الزراعية زي ما نتكلمت قبل كده عنها نكون بلادنا زراعية انتاجية لمحاصيل واسمار متعددة زي مثلا بلد زي أمريكا فيها الأربع فصول الموجودين فيها فيها كل السمار بتاع الأربع فصول كذلك في تركيا فيها التلج والمطر وفيها الجو اللي هو السحراوي أو الجو اللي هو طيب مناخ الشرق الأوسط مناخ الشرق الأوسط أو مناخ اللي هو البحر المتواصل دي صناعات زراعية فالتعليم بتاعنا يكون موجه ناحية الزراعة صناعة الحياة كذلك إن كان بلادنا نتمتع بوجود المراعي في دول كتيرة جدا تهتم بالمراعي ما تهتمش بالزراعة فازم توجه فينا الصناعات الحيوانية اللي من اللحوم والجلود والأجباد وإلى آخر إلى آخر إلى آخر لو كان بلادنا مليانة مغابات وموائل زي اللي احنا بنفسده دلوقتي في الهند وبنفسده في بنغاديش وبنفسده في أفريقيا وبنفسده أو فسدناه في السودان قبل كده وبنفسده في البرزيل من تدمير اللغابات اللي أدت إلى الآن فيه جزء كبير جدا من العالم إلى التغير المناخدة فكل لو كانت بلادنا مليانة بهذه الغابات والموائل والمحميات يبقى التعليم موجه لهذه الصناعة الاقتصادية لو كانت صناعة السياحة والأثار لو كان بلادنا من البلاد اللي حصلت فيها حضارات إنسانية عريقة وقديمة دي مصر زي العراق زي سوريا زي اليونان زي إيطاليا زي الصين زي غير الصين زي الهند إلى آخر هتنجد زي إيران هتنجد نحية الأثار والسياحة توجه نظام التعليم يوجه لهذه صناعة السياحة والأثار صناعة التكنولوجيا والعلوم والفكر إذا كان ثرواتنا البشرية غنية بهذا الفكر فيبقى توجه التعليم بتاعنا أن نستسبر أموالنا أو تعلمنا في هذه الثروات البشرية لتنتج الصناعة العلم والتكنولوجيا والفكر مغير ذلك من صناعات كتيرة جدا ده بالنسبة مردا على محلية الاقتصاد الوهمي أو رأس المال الوهمي اللي تكلم عنه كارل ماركس في كلمتي الشهيرة في بعض الناس حيسألوا أو سألوني السؤال ده تسمعني تشمعني أنت مركز على الزراعة والصناعات الزراعية والحيوانية وأقولتها مرتين أنا أقول بمتالها الصراحة لأن أنا مؤمن جدا أن الزراعة أساس بناء الاقتصاد دي نمرة واحد تعزيز الاستقلال السياسي نمرة اثنين بناء مسيرة المستقبل نمرة ثلاثة استفادة من كفة طاقات البشار وقيت تحت رجلينا مش مكلفة خاصة دا في مراحلها الأولى واحد بقى أسألني تاني قال تبزح نحق دا كلهم يعني كل الكلام الحلو اللي أنت قلته دا هنحققه ازاي نقول أول حاجة شئنا ما بين يكون عندنا مناخ سياسي يسمح بالتعددية يعني أمننت وعسكرت والاعتماد على حكم الفرد الواحد مرفوض 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 إجاب مناخ سياسي يسمح بالتعددية مشاركة المجتمعية تمكين المواطنين اللي هم أصحاب البلد اللي هم أصحاب الوطن بناء واستقلالية مؤسسات الدولة بناء قطاع مؤسسات مجتمع المدين المستقلة المحافظة على مساحة الحريات المش متواجدة في كثير من الدول مدنية الدولة مدنية الدولة ومن قال غير هذا في المدنية فهو جاهل 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 لأن خصائص الشخصية العسكرية والأمنية هي خصائص لا تستطيع قيادة المجتمعات المدنية لأن المجتمعات المدنية ليست قطيعة من الغنم وإنما هي كفاءات بشرية لديها قدرات فكرية وملكات وتموحات هم ليسوا قطيع من الغنم أو من البقر أو من الجمال أو من الجموس جين امرأة واحد نما اتنين اعتبار المواطن هو الملك الأول والأخير للوطن ليش لوطن فقط للوطن والدولة والحكومة والحاكم يكون الحاكم يعرف أنه أجير لدى المواطن ولذي يدفع له المال أو مرتبه هو الضريبة اللي يدفع المواطن للدولة خزينة الدولة وليس العكس المطاعة الإسمار بدأت جروح في كافة مجالات التعليم الممكنة للمواطنين كل أنواع التعليم زي ما اتكلمت قبل كده نمرأ خمسة المحافظة وحمية الثقافة عندك ثقافة حافظ عليها عندك تريق حافظ عليها عندك قيم عندك دين عندك أثار حافظ عليها عندك فضائل حافظ عليها أن مرة 6 إبراز أهمية دور الأسرة وأنا أتكلم على الأسرة في كل محاضرة ليه؟ لأن من غير الأسرة ما فيش مجتمع من غير مجتمع ما فيش دولة من غير الدولة ما فيش وطن من غير وطن ما فيش شعوب مجتمعة عشان تجيش مع بعض إبراز أهمية دور الأسرة في بناء المواطن المجتمع الوطن الدولة وتنشئة قادر المستقبل الذين يحتاجهم الوطن وإسم حدام القدر على تغيير مجتمع الإيجابي المنشود ده بالنسبة المناقشة الأولى للفكرة بتاعة كارل ماركس الإعلام المغيبة للشعوب والمجهل للشباب مضم المجتمعات له الإعلام الفانكوشي أرجع أقول مرة تانية وأنا أقوله كتير جدا أصبحت صناعة الإعلام هي الأولوية الأولى لدى الدول العميقة العسكرية الأمنية لتتحكم في حكمها الفرد فرعون الفرد هامان الفرد النمرود الفرد نيرون للمؤسسات وللوزارات والإدارات ولحتى التقاليد والأعراف فتصبح كافة سلطات السلطة التنفيذية للحكومة والتشريعية بين يديه ورهن إشارته ودي مصيبة سودة مصيبة سودة مصيبة سودة تهدم الدول وتفرق الشعوب والمجتمعات وتصرق فيها مقدرات هذه الدول وهذه الشعوب وهذه المجتمعات فيصبح هذا الفرد هو الأمر الناهي المشرع أو كما أعتقد أو كما أعتقد فرعون عن نفسي وقال أنا الرب الأعلى لهؤلاء العبيد من الرعاع والرعاية من أبناء شعبي وهذه الأنهار وتجري من تحته يعني إيه موسى ده إيه موسى ده الذي هو مهين ولا يكاد يبيد حتى مش عارف يتكلم كلمتين أنا أسمع كلامه ده فرعون فيصبح صحرة فرعون الأمس هم إعلاميه اليوم وهم أسوأ من صحرة فرعون الأمس لأن صحرة فرعون الأمس أمنه برب موسى أما دول فما أمنوش فأسنع لهم فرعونة اليوم التالبة يعني أنهم بقى إيه بقى ده الفنكوشية الحركات الفنكوشية الأنتخية الإيه الفنكوشية الأنتخية الأفشوخية يعني أنهم منصات وقنوات إعلامية ومتطورة لبطة السمون في كريا بتاعته يعني أنهم جيوشة من الزباب والبعود الإلكتروني اللي تم صهوية من يعرض أراءهم كتير فيه زباب وبعود وفيه نمل وفيزبالك يعملوا مسابقاتهم وتمرات براقة للعين ولا يسألها قيمة مجتمعية عن إطلاق يعملوا أفلام وسلسلات درامية لطمس وتغيير وتاريخ الأوطان يعملوا مراكز البحوث والدراسات لترويق افتراءاتهم الكاذبة يبردوا رجالات دين وسياسة ورموز لتشريع ضالهم يعملوا قوة أمنية قمعية لإرهاب أصحاب الرأي من أبناء الشعوب ده بقى الفرعنة بيعملوا هذا للإعلاميين الفنكوشيين فوصبح الإعلام المرئي والمقروق والمسموع والدرامي هو الأداة الأقوى في تحقيق أحلامهم وهذا ما جعل الفنان مبدع نادر جلال يكتب قصة وسيناريو وحوار ثم يخرج فيلم واحدة بواحدة اللي هو الفنكوش نتنتجاته شركة السينما يقوم بتولته الفنان القديد على الإمام ممكن تتفرجوا عليه إن أردتم النقطة الثالثة كيف أننا استفيدوا تتعلم الخبرات الآخرين النقاش بتاعها دا في التفاق بالإشارة لما قاله كارل ماركس وما قاله الفلسوف اليوناني وبينهما آلاف السنين يعني كارل ماركس ولد في أول قرن التاسع عشر سقرات يمكن من آلاف السنين شايف ألف وثلاث سنة دا أكثر من ألفين سنين أربعة ألف سنة هذا أيضا ما فعله مين الخليفة هارون رشيد ومن بعده المأمون عملوا إيبا الدولة بتاعتهم تبنى ترقمة ترقمة العلوم والمعرفيات من اليونان من اللغة الإغرقية القديمة اللغة العربية علشان ينقلوا هذا هذه العلوم إلى اللغة العربية وبعده كده هو أنشأوا ما بنسميه بيت الحكمة كمكتبة وكان في نفس الوقت في بغداد في هذا الوقت كان في أكثر من مئة مكتبة موجودة في بغداد دمارها عن بكرة أبيها ما بين 29 يناير 1258 إلى 10 فبراير 1258 المغول الجهلة البرابرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما فهمهم من معنى كلمة اقرأ الموسوعية اقرأ مش يعني تجيب حاجة كده وتقرأها لا اقرأ دي موسوعة موسوعة تعليمية موسوعة تعليمية فكرية فحسكر بعض الأحاديث لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تفهمهم نا جميعا كيف يفهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة اقرأ اول حديث خرجه التلمذي من حديث ابي اقوامر رضي لعنه انه قال ان الله وملائكته واهل السماوات والارضين حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر ليصلون على من على معلم 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 الناس الخير صححوا التلمذي وفي الوقت اخرى لابد درداء مرفوعا ان العالم العالم مش الجاهل لاستغفر الله من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في جو في الماء وصححوا ابن حبان ده كان فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فهم كلمة اقرأ لذلك انا بأحبذ ان الناس اللي بيشجعوا ولادهم منهم يحفظوا القرآن انهم يفهموا القرآن وهم ما بيحفظوه حفظ بس لا فهم وحفظ اه نمرة اتنين من سلك طريقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب فيه علما سلك الله بيه طريقا الى جنة من حديث ابن درداء المحدث المحدث ابن عساكر والمظرف يعني من سلك طريقا يطلب به علما علما اي نوع من انواع العلم او تحجيره العلم على نوع واحد من انواع علما علما يسلك به طريق طريق يطلب فيه علما علما في الرياضة في الهندسة في الدين في الفقه في العلوم في كل حاجة دي كلها صلى الله بيه طريقا الى الجنة في القرآن سورة الزمر لما تسعى اللي يستوي لدنا يعلمونا ولدنا اللي يعلمون الجاهل مش هكون خايف من ربنا لكن اللي هكون خايف من ربنا هو العالم العلماء وارثة الانبياء كما قال النصف صلى الله عليه وسلم ورواهه اصحاب السنن طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية اخرى كل مسلم ومسلمه رواهه ابن ماجه القول المأثور طلب العلم ورواهه في الصين وطلب العلم من المهد الى الله كل هذه الاشياء جعلتنا نرى كيف يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة اقرأ 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 دي موسوعية تفهم لكلمة اقرأ النقطة الرابعة انه هو خصائص من مناقش خصائص القادة المجتمعية طبعا من هو القادة المجتمعية أو القادة المجتمعية نتكلم عنهم انا حتطلهم اربع او خمس نقاط اقولها وابقولها في كل الكلام اللي قلته قبل كده لكم اول حاجة هو الذي يختاره او هي التي يختارها المجتمع زي مثلا واحد زي ميركل امرأة زي ميسل تاتشر امرأة زي انديرا غندي امرأة زي مين تاني غير انديرا غندي زي تانسو تشيلر امرأة كانت في تركيا الى اخير الى اخير زي الوقت رئيس الجمهورية ايطاليا امرأة وهكذا هم من يختاره او هي من يختار المجتمع لا الذي يفرض نفسه على المجتمع بالقوة هو الذي يعرف تاريخ نشأته تاريخه ونشأته المجتمع كل ما عارفه مش غريب عن المجتمع من ابوه من امه عاشفين كل ايه شرب ايه وهكذا تعليم يكون لها مشاركات او تكون لها مشاركات مجتمعية وانجازات خدمية معلوم اثارها المجتمع يكونش بس قاعدين كده بيمخماخو ده الافيونجية البالبعجاتية لا يكون عندهم انجازات المجتمع حس بها يكون هذا الشخص او هذه المرأة مؤمن بالمجتمع والمجتمع مؤمن به يكون فيه ايضا هذه الخصائص تعالوا معايا شفافية مصداقية تواضع خفض الجناح بذل عطاء تضحية ايثار محاسبية مرجعية بناء الجسور شراكات الاحترام التقدير التواصل التكامل المشاركة المجتمعية مشورة بناء التحالفات والشراكات تأهيل والتمكين تخطيط تنظيم ايمان والثقة الدراسة والبحوث التحقق والإلمان العدل والانصاف ادناء ويبقى كافة التشكيل المجتمعية يعني حاجة وعشرين خاصية تكون موجودة فيه هو او بعضها فيه وبعضها في فريق العمل اللي حواليه قد لا تكون هذه الخصائص كلها موجودة في شخص واحد لكنها قد تكون موجودة كلها مجتمعة واقصر منها في المجموعة التي معه وللتحكم البلاد وللتحكم المؤسسات رسالتي الاخرنية بقى للشباب نقول فيها ايه نقول فيها ايه يعني امس احتفلنا احنا بقدوم العام الهجر الجديد جعل الله سبحانه وعلم خير والمبركة مش عالم مسلمين بس لا عالم كله والعام الميلادي عالم كله والعام الصيني عالم كله والعام القبطي عالم كله فيش هنا حزبية ها وكذا اليوم يا شباب واحنا بنحتفل بهذا اليوم الجميل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة بنفتكر الرحلة اللي بدأة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طفل عمره تسع سنوات ومع امرأة اكبر بإنه بخمشة سنة عمره خمسة وخمسين سنة ومع صديق في نفس العمر بتاعه نفتكر تذكر رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلته شكلها ايه بقى اول حاجة كانت اصلاحية توعوية بانية المجتمعات محرية القلوب منيرة لسبل الرشاد ومساوية بين كافة افراد فيها ست خصائص واكتر اولها اصلاحية لو عتقولوا ان ما فيش حاجة لا اصلاحية توعوية رفع الوعي المجتمع عند المواطنين بنية لمجتمعات مدنية بنية لمجتمعات مدنية بنية لمجتمعات مدنية تحرر القلوب ها من ديق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخرة من عبودية الانسان لعبودية الرحمن كما قالها ربعي بن عامر من جور السلطان لعدل الرحمن منيرة سبل الرشاد بتعمل اتر من خلالها تستطيع الشعوب انها تعيش مرتاحة في وقام وفي سلام ومساوية ومساوية بين كافة العباد كلكم راعي وكلكم مساوية راعياته والناس كأثنان المشت متساوين لا فرق لعجمين لعجمين على العجمين الا بالتقو ده الرسول صلى الله عليه وسلم التي بدأها مع امرأة وطفل ورجل وانتهت الى ان تعلوا رسالة دينه ومشارق الارض ومغاربها شمائلها وجنوبها سماوتها وكهفها بحرها محيطتها انهرها جبلها وجنها صحروتها قيعانها براكيها شموسها واقمرها ونجمها وغير ذلك من مخلوقاتها الكونية بعزة عزيز او بذل ذليل معادية من ومحاربة من قوة الشر فقط قوة الشر فقط قوة الشر فقط يا الشباب قد استعرضنا سويا بعد تجارب سكرات وكان ماركس ثم بعد ما تعلمته فكان في هذه العروض ما هو كاف لكم لقيادة مجتمعاتكم النامية او المنهوبة ونقشنا سويا وسائل نجاح وسائل العلاج لكي تقوموا من خلال اتباعها او اتباع غيرها بعلاج مجتمعاتكم ومحاربة الاشرار من اعداء الانسانية الفسدة من ابناء شعوبكم او ابناء الشعوب الاخر فالانتم وان شاء الله كنا معكم عازمون على المضي قدما في طريق من؟ الانبياء والرسل ومن بعدهم المصلحين الاجتماعيين والعلماء العارفين والفقهاء المرشدين سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين هذه بعض المحاذير يا شباب نحاولها عشر محاذير لا تنخدعوا بجبروية الطغاء فهم أضعف من الضر الذي تتأونه تحت أخدم الضر اللي هو زي تراب أو النمل الصغير لا تهنوا لما عند الأشرار من أعداء الإنسانية من إمكانيات وما عند الله خير وأبقى لا تيأسه من رحمة الله فرحمته وسعت كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثين هذا درواة المذين لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناحة وجناحة بعودة ما سقى كافرا منها شربة باء درواة المذين لا تعجلوا قطف الثمار فزرعكم سيأتي سيأتي أكله ولو بعد حين صبروا على النصر فلم يعطي الله النصر للرسله إلا لما استيأسه فلما استيأس الرسل ونحن لسنا بأنبياء أو رسل ولا تقنتهم من كسرة الدعاء فالله يحب أن يسمع تدرع عبيده له أو عبدي له أطلب من الله ما أعده لكم داما تردون بلوغه وإن كنتم لا تدركون كنهاه اعلموا أن الدنيا ليست دار بقاء وأن الآخرة لهي الحيوان كنكم يدرك أن الجنة لها ثمينة أبواب أن الجنة ثمينة أبواب فادخلوها من أي باب شئتم وعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة بعملكم قالوا حتى أنت يرسل أهل حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ولكن عليكم بالقيام بعمل أهل الجنة أولا لا سكافيا أن تعوا كيف تصبحوا من أهل الله ولكن عليكم أن تجعلوا الله يجعلكم من أهله لا سكافيا أن تعوا كيف تصبحوا من أهل الله ولكن عليكم أن تجعلوا الله يجعلكم من أهله فهيا يا شباب لنعمل سويا في معينة الله لنصبح من أهل الإحسان نصبح من أهل الإحسان نصبح من أهل الإحسان الإحسان إلى أنفسنا بالتقوى ويذوينا بالرحمة والمجتمعنا بالعدل والإنصاف والوطنين بالزود عنهم والعالم بالهداية والخلائق بالخدمة والمصطفى صلى الله عليه وسلم بالسير على هدي ولله بالحياة من أن يرى منا معصيتنا أقولها ثاني فهيا لنعمل سويا يا شباب في معينة الله نصبح من أهل الإحسان الإحسان إلى أنفسنا بالتقوى ولذوينا بالرحمة ولمجتمعنا بالعدل والإنصاف ولوطننا بالزود عنه وللعالم بالهداية وللقلائق بالخدمة والمصطفى صلى الله عليه وسلم بالسير على هدي ولله بالحياة من أن يرى منا معصيتنا أشكركم وقزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وأن أطلت عليكم ونلتقي إن شاء الله يوم الجمعة نفس المعاد ستة ونصف المحاضرة بالإنجليزي I thank you very much إن شاء الله and thank you for listening to me and being patient and we'll meet you on Friday same time this coming Friday 13th same time in English إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر